جميل كريم نعطيه اليوم حق الانصار لانهم هم اليوم اللي صند لهذا المنتخب واكيد دورهم كبير يوم غد ان شاء الله تفضل صحيح عمار الانصار دورهم كبير وكبير جدا تخيل بعد هزيمة المنتخب الجزيري امام غينيا الانصار المتواجدون معي اليوم والان قاموا بتحية اللاعبين وتشجيعهم من اجل مبادرة جميلة فعلا والامس قدموا هدية للمنتخب الجزائري باسم كل الانصار الجزائريين سأبدأ بواحد من الانصار الذين دائما ما يتنقلون مع الخضر في تنقلاتهم واصر اصر اصر انه يمر ويقدم رسالة لعمر عطاب هكذا كادي السلام عليكم مساء النور كم سلام خاصة لخونا عمر عطاب الانقاء والاحتراف يا اخويا نتبعوا بزاف ربي احببك وتحية للظروف الكرام وخاصة الشعب الجزائري والمناصرين بلما نسوك تحت شاكر بليده اكتعرف بصباح العشية يا اخويا جميل اكيد متفائلين نتبعوا بالتشجيع والتشجيع والتشجيع والدائما وراء المتاخب في سراء والضراء احنا رح نقبل التدريبات باش يشوفونا بلنا معاكم معاكم تجور والحمد لله كيخسرنا ذلك النهار في حبس هذك تاع باش الضغط النفسي هذك اللي كانت تحسيسي لنتائج الإيجابية تحبس كي حبسات كما قال شيخ كوتش جمال بالماضي يجي انجور تحبس وهاي حبسات هكذا باش نتفرغوا ان شاء الله هذو اللي رهم ورانا متفائلين غدوة ان شاء الله متفائلين بإذن الله متفائلين تفائلوا خيرا تجيدوا احنا متفائلين وحنا نقمروا شوف وحنا وجدنا كنا في التشجيع كانوا الداخل الاصطاد يحبسونا شوي هذو كل الاصطاد هيكسي تيرا واليوم جاولين المسؤول تاع الكاف والرئيسة تاحهم ومسؤول الامن دخلونا انا وبريق وعسام الداخل تيرا قلونا هاي بلاسكم استرادا تاعهم وراء المنتخب قتلوا صوف اولي ذي ارجيريان غير الزرجيريان واحد مريح استرادا كونبلي بالاستادي وبلوس لتعنا الديليقاسي اوفيسيال تاعلي لصطاف تيكنيكسي تينا باسه كنا تتعرضوا الضغاطات وتيروا عليهم سي بورسة احنايا باريق وقلع وقع قلعنا مش اخو ارجيريان اخو يدنبك سخون ارجيريان يضربه نحبس ما نحبش المهم نروح للمنتخب احنا باذن الله احنا متفاعني غضوة واحد صيفر روحه وشوف كل شرها معنا اربي هم كتب مننا حتى نتيجة اليوم بالمتخب النيجيري والغيني تسمح للمتخب الافوري بالتأهل وبالتالي ربما ما رحش يلعب بذلك الحماس اكيد ان المتخب الافوري يبحث عن المركز الاول لكن الان هو تأهل رسميا وبالتالي ربما تكون في صالح المتخب الجزائري احنا نقولو الحمد لله ربما مكتب بنا رحش جومية العوامر راهي وهذا حافز لنا وراهي لينا وان شاء الله بيننا غدوة غدوة شوفو والانجيري ما قلت تينا عيانة صحيح في فالانجيري خاوتنا ناخدو تصريح مناصر اخر اذا كيف اششوف المباراة تعل غد بريقو السلام عليكم متحية خاصة للشعب الجزائري اينما كان الغد المباراة تعلن شاء الله احنا متفائلين فيها بزاف وانا كيف كملة المباراة اللي فاتت كيف سفر العربي تم بدينا في المباراة ادراك هذا هو الدورة عن مناصر اينا رانا هنا باش نشرف المناصر درجة اقام مكاش وقفنا معهم كيف كملنا مع الكوش مع اللي جوالي كان يديروا ودكلاراسيو رحنا لهم الوتيل بريميار سيونس يامس تنيز جان من التعوهر رلعتهم الخير مثل قال انصر على الجزائر هدية شابة موتيفاسيو زدنا لهم مرال قبلتنا زدنا رحنا عندهم رانا تدرنا الماكسيموم الدرجة قام مكنش كشوغلنا ما نقدبش عليك تحية خاصة للشعب الجزائري بس كوين مكانوا قارموا كفينوا قايدوا انا ميساج باشي حابسوا وكين حاجة غير نقول غير نقطع واحدة مهم الستار والارتيست والاكتر كميعش فيه ضغط مشي اكتر صحي دادية انتك وجيت فريق قام مكنش فريق من هادوك اللي حاوسي الباح ولا يخسر ماشي حاجة اسمها ميرا كدرك في المستوى يليك تعيش هذا الدغط الدغط هذا صحي يليك تعيشه بسكن ترك في المستوى الحمد لله جات هاكا الله يجعل ربي غد ويفرحونا ويزاهو البلاد واللي فيها خير بيجيبها تحية الجزائر السلام عليكم ان شاء الله ناخدو تصريح مناصر اخر المعروف بتنقلاته والاخر مع المتخب الوطني خالد كيف يشوف المباراة تاع الغد اكيد راكم متفائلين بفوز المنتخب الجزائري مامال منتخب الافاري وتأهلوا للدور ثماني السلام عليكم تحية خالصة كل مشاهدين وضيوف الكرام نحن كون مش نتفائلين ما ناشحنا في الكاميرون لو كون مناشح متفائلين ما نجوش الكاميرون ديما متفائلين نحن ان شاء الله هون مباراة تاخدو ان شاء الله مصارية بحال حرب ممكن نقوله حرب حياة او موت هون اللي جواري يتقاتلوا الدخل تيرة وحنا نتقاتلوا نوعدهم باللي ما نسكتوش ما تخيق اللي ولا فالمدرجة ما نعش نسكتو كل عادة رح يلتحقوا جماعة من الانصار بالمنتخب الوطني وان شاء الله وان شاء الله مليح مليح قد بيكون العدد يكون الحافيز مليح للمنتخب الوطني وكي ما قلت لك حنايا ما عش نسكتو ما تخيق اللي ولا حتى اللخرى موراهم هون ما يتقاتلوا في تيرة وحنا نموتوا وحنا في لاتريبل 32 نتجديد على المرمى ما ده أبركة دبرة أبركة دبرة من الأخر أنا نجيك من الأخر أبركة دبرة فايحة باش انت توصل سلطول لقطات عسليماني أنا نشوفها أنا عاود لها شاب المرة نعاود لها ما يمكنش ما يمكنش لقطات عسليماني ما يمكنش أنا تقول واحد جبدو ما فهمنا ولو والله غير ما فهمنا ولو زيد أرضية ميداء بلا ما نحكوا عليها سيئة سيئة الغاية سيئة سيئة الغاية ونتظرنا إن شاء الله دي ما نتفعله إن شاء الله نتظرنا إن شاء الله تأهل إن شاء الله كريم خالد إذن شكرا لك إن شاء الله عمار إذن كانت هذه أراء بعض الأنصار الحاضرين اليوم هنا بفندق سوى وسيكونون حاضرين بملعب جابوما لمناصرة المتخبة وسيكون إن شاء الله قتال رياضي وقتال كوروي فوق أرضية الميدان وطالما عودنا المتخبة الجزيرة على التألق في مثل هذه الصعب شكرا لك كريم بالعربي موفد قناة الجزيرة الدولية إلى دولة الكاميرونية